السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله أحباء وصلنا كالعادة للأسبوع رقم 8 وحلينا تقييمات الأسبوع الثامن هنحل مع بعض النهاردة إن شاء الله الأداء الصفي الخاص بالأسبوع رقم 8 هنا بنقول متى خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الوداع ولما سميت خطبة الوداع بهذا الاسم طبعا خطب خطبة الوداع في التاسع من ذي الحجة في التاسع من ذي الحجة طيب في السنة العاشرة للهجرة يبا دهو التاريخ طيب لما بقى سميت خطبة الوداع بهذا الاسم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس في هذه الخطبة النبي ودع الناس في الخطبة دي وعلم الناس فيها أمر دينهم وأوصاهم بتبليغ الشرع لمن لم يحضر هذا المقام يبا لأن النبي ودع الناس فيها وعلم الناس فيها أمر دينهم بعد كده بنقول إيه قال القاضي الفاضل بيقول إيه القاضي يا قلب كم خلفت ثم بثين وأعيذ صبرك أن يكون جميلة بيقول إيه وأعيذ صبرك أن يكون جميلة وقال لك كم معنى تحمله أو يعني مفروض أن الكلمة دي تحتمله في البيت السابق وأي المعنيين يقصده الشاعر يعني يا جماعة من الآخر كده كلمة جميلة دي فيها تورية من الآخر وطبعا تورية يعني على طول هيجي في زهنك معنى قريب غير مقصود ومعنى بعيد وهو المقصود طب إيه المعنى القريب اللي هو جميلة من الجمال جميل أي حسن تمام والمعنى البعيد جميل ده اسم شخص جميل ابن معم تمام يبقى ده اسم ايه اسم شخص تمام فبالتالي يا جماعة خلاص يبقى الكلمة دي فيها ايه فيها تورية فيها تورية تمام بعد كده بنقول ايه خلاص احنا كده طلعنا المعنى القريب والبعيد وكل حاجة تمام سين ثلاثة لا تتبع هواك تأمن العواقب اعرب الفعلين المضارعين في الجملة السابق لا تتبع إلا هنا إلا هنا جماعة نهية فبالتالي المضارع الواقع بعد لنهية مضارع مجزوم لان لنهية دي ادات جاز ما هتجزم المضارع الواقع بعدها طيب ركز بقى معايا كده كويس انا عندي دي لنهية يعني ده طلب طلب جاي في بداية الجملة يعني ايه طلب يعني لو جاي فعل مضارع مترتب او نتيجة للطلب ده هيبقى مجزوم في جواب الطلب انا عندي طلب جاي في الاول اه اللي هو الناهي خلاص احنا عربنا الفعل ده فعل مضارع مجزوم بالسكون اه لانه طبعا وقع بعد لنهية واتفقنا مع بعض ان خلاص ده كده طلب وده فعل مضارع مترتب او نتيجة للطلب ده لا تتبع هواك نتيجة ذلك ايه تأمن العواقب يبقى انا عندي تأمن ده فعل مضارع بردو مجزوم بس هنا الجزم جوازا بقى لانه واقع في جواب الطلب فعل مضارع مجزوم جوازا في جواب الطلب كويس اوي سين اربعة خلاص احنا كده عربنا سين تلاتة يلا بينا على سين اربعة عبر عن خلق الصدق في جملتين مستخدما احد المحسنات البديعية اللفظية الرجل محدد لك المحسن كمان يعني ما ينفعش هنا بقى تستخدم لي ولا طباق ولا مقابلة ولا اي حاجة من الحاجات اللي انت بتستخدمها دي طيب تعال يا سيدي نستخدم ايه؟ تعال نستخدم محسن لفظي زي مثلا السجع فنقول الصدق منجيك وان خفت والكذب مرديج وان امنتو عندي نهايات الجمل زي بعضها يبقى انا كده عندي سجع وكده انا استخدمت محسن لفظي بعد كده اخر سؤال اخر سؤال ايه واخر سؤال يلا بينا سين خمسة بيقولك هنا ايه؟ يا ابن الكرامي الا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما رأي كمان سميع وعايز اعراب كلمة عايز اعراب الافعال المدرعة فهنا عايز اعراب تدنو وعايز اعراب تبصر طب يا جماعة ركز معايا كده انت عندك فيه فرق بين الا و الا و الا ركز انا عندي الا دي المضارع اللي بعدها مضارع منصوب وعندي الا المضارع الواقع بعدها مضارع مجزوم انما عندك الا دي اداة عرض المضارع اللي بعدها مضارع مرفوع بس كده احنا كده حلنا المشكلة طب دي مين بقى دي الا ولا الا ولا الا دي الا هو مش هتطلق هنا اه تضعيف يبا دي اسمها ايه الا طيب خلاص احنا قلنا المضارع اللي بعد الا ماله مضارع مرفوع يبا انا عندي تدنو فاعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة لان لان الضمة بتكون مقدرة على الواو والالف والياء نما الفتحة بتكون مقدرة على الالف فقط الضمة بتكون مقدرة على الواو والالف والياء طيب بص بقى هنا فكرة تانية لا تدنو ده ايه ده طلب لان العرض ده طلب يعني ايه طلب يعني انا كده عندي طلب جاي في البداية ها وعندي هنا الفاء فالفاء كده سبقت بطلب اه طب خلاص يبا دي فاء السببية لان شرطها هنا تحقق ان تسبق بيه طلب كويس جدا يعني كده فاء السببية يعني المضارع اللي بعدها مضارع منصوب لان فاء السببية دي اداة ناصب فاقول له هنا ايه اقول له طب صر ده سيدي هيبقى فاعل مضارع منصوب طبعا بالفتحة وهنا الفتحة الظاهر فاعل مضارع منصوب بالفتحة الظاهر يبا انا عندي الاول مضارع مرفوع بالضمة المقدرة لان اخر المضارع هنا علا اللي هي الواو وعندي الفاء هنا فاء السببية لانها سبقت بطلب الطلب اللي هو العرض يبا دي فاء السببية وده فعل مضارع منصوب بالفتحة الظاهرة بعد فاء السببية خلي بالك ان العرض والتحديد ده نوع من انواع الطلب يعني ايه نوع من انواع الطلب يعني نوع من انواع الطلب يعني لو جاي بعدهم فعل مضارع هيبقى مجزوم في جواب الطلب ولو جاي بعدهم فاء هتبقى الفاء دي فاء السببية فالمضرع اللي بعدها مضرع منصوب ولو جاي بردو وو المعية بردو هتبقى وو المعية بردو زي فاء السببية نفس الشروط فبردو هتنصب ما بعده فركز في موضوع العرض والتحديد ده كده خلاص الأداء الصفي انتهى يا رب نكون أفدناكم ونراكم دائما على خير في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته